الثقادة مجموعة السبع الجهات الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع في السودان وفقاً لمسودة بيان قمة المجموعة وقد شجعت المسودة وفقاً لرويترز جميع الجهات الفاعلة السودانية على الانخراط في حوار وطني يشمل المجتمع المدني السوداني ويهدف إلى إعادة بناء المؤسسات المدنية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى ذلك اعتبر حاكم إقليم دارفور في السودان من نياركو مناوي أن القرار الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الفاشر لا يعبر عن الحقيقة متهماً قوات الدعم السريع بممارسة إبادة جماعية في التطهير العرقي ذكر مناوي في منشور على منصة أكس أن قوات الدعم السريع تستهدف مواقع مدنية على رأسها المستشفيات قال إنها قد تسللت إلى مستشفى الفاشر الجنوبي قال ممثل السودان في الأمم المتحدة عمار محمد محمود إن الفاشر تواجه أخطاراً جسيمة وغير مسبوقة من خلال الحصار الخانق والقصف المدفعي العنيف من قبل قوات الدعم السريع الذي يستهدف عالم المدنيين دون تمييز مما ينذر بحدوث كارثة إنسانية أكد مصدر في قوات الدعم السريع مقتل قائد القوات في وسط دارفور علي يعقوب جبريل خلال معارك في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قال إن جبريل قتل بالقرب من أسوار الفرقة السادسة في مدينة الفاشر وذلك خلال قيادته معارك قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر بعد السيطرة على زالنجي بولاية وسط دارفور المصدر ذاته أكد أن معارك ساخنة قد دارت ومزالت مستمرة منذ ساعات داخل مدينة الفاشر كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة فيرجينيا جامبا عن إدراج الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على قائمة العقوبات بسبب الانتهاكات الجسيمة في القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات تم إدراج القوات المسلحة السودانية لقتل وتشويه الأطفال وشن هجمات على المدارس والمستشفيات كما تم إدراج قوات الدعم السريع لقيامها بتجنيد واستخدام وقتل وتشويه الأطفال والاختصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضدهم بالإضافة إلى الهجمات على المدارس والمستشفيات اشتركوا في القناة